درسنا اليوم درس سهل وبسيط عبارة عن تتمة للدرس السابق معكم إلهان من قناة إلهان غافنسبياك والدرس العاشر من دورة تعلم اللغة الألمانية درسنا اليوم في المستوى المبتدئ Grundstufe مستوى A ضمن المستوى الأول في اللغة الألمانية مستوى A1-1 درسنا اليوم بعنوان دي أوس شباخ غيجل سين قواعد النطق عشرة إذن درسنا اليوم عبارة عن تتمة للدرس السابق دي أوس شباخ غيجل نوين اللي حكينا فيه عن بعض الحالات الخاصة للحروف اللي بتجي مع بعضها وكيف منلفز هاي الحروف ضمن الكلمة إذن درسنا اليوم تتمة للدرس السابق ورح نشرح فيه بعض الحالات الجديدة إذن درسنا في المستوى الأول A1-1 دي أوس شباخ غيجل نوين قواعد النطق الدرس العاشر سنتعلم في هذا الدرس قواعد النطق للحروف التالية إذن عنا هون ثلاث حالات رح نتعرف على طريقة نطق هاي الحروف لما بتجي مع بعضها ضمن الكلمة منبدأ بالحالة الأولى عنا حرف الإي مع الجي إذن الحرفان إي جي تنطق إي في آخر الكلمة إذن بس شفنا ضمن الكلمة حرف الإي مع الجي في آخر الكلمة تنطق إي إذن مع دفع الهواء من تحت اللسان وبنلفظها شين مخففة إذن نفس الحالة اللي مرت معنا في دروس سابقة لما كان يجي عنا حرف التسي مع الها كان يجي عنا حرف التسي مع الها ضمن حالة معينة وقلنا بنلفظه شين مخففة إذن مثل الضمير أنا إي إذن هنا بتنطبق نفس الحالة على الحرفان إي جي إذن تنطق إي إذا أجد في آخر الكلمة إذن في آخر الكلمة منشوف المثال الأول تفانسيخ معناها عشرون إذن منلاحظ أني نفذنا حرف الإي مع الجي إي إي إذن شين مخففة مع دفع الهواء من تحت اللسان إذن تفانسيخ تفانسيخ معناها عشرون منشوف المثال الثاني هونيخ هونيخ معناها عسل إذن أيضا لفظنا حرف الإي مع الجي اللي أتوا في آخر الكلمة اللي بيجوا في آخر الكلمة لفظنا إيخ إيخ إذن الشين مخففة ودفع الهواء من تحت اللسان إذن تماما نفس الحالة اللي مرت معنا في دروس سابقة بالنسبة للحرفين تسي ها إننا في ضمير أنا منقول إيخ إيخ وهون نفس اللفظ تماما إذن تفانسيخ تفانسيخ معناها عشرون هونيخ هونيخ معناها عسل إذن منخفف الشين ومندفع الهواء من تحت اللسان لحتى يطلع معنا النطق صحيح تفانسيخ تفانسيخ هونيخ هونيخ إذن وفي رسم توضيحي لنقدر نحفظ الكلمات بشكل أسرع طبعا حابب ضيف ملاحظة صغيرة بالنسبة لنطق هدول الحرفين الإي مع الجي ممكن تصاطفوا بعض الألمان اللي بيلفزوه بطريقة مختلفة وهذا الشي بيعود للمنطقة اللي هنن جايين منها في مناطق بألمانيا متل مناطق مونستالند فهنن بيلفزو هالحرفين بشكل مختلف بيقولوا تفانسيخ أو بيقولوا هونيخ هونيخ تفانسيخ إذن بيلفزوه جي بيلفزوه جي طبعا هذا اللفظ أيضا صحيح لكن الأصح أني نلفزوه متل ما علمتكن يا إذن تفانسيخ هونيخ بتمنى تكون الفكرة واضحة مننتقل لأ الحال اللي بعدها عنا حرف ال-P مع ال-F إذن P مع ال-F الحرفان P F تنطق بف إذن بف إذن متل حرف الباق والفاق مع بعضهم باللغة العربية بف مناخد أمثلة لتتوضح الفكرة أكتر عنا هون بايشبيلة أمثلة المثال الأول بفايل بفايل معناها سهم إذن منلاحظ أني نطقنا حرف ال-P مع ال-F بف إذن بفايل بفايل معناها سهم نشوف المثال الثاني أبفل أبفل معناها تفاحة إذن أبفل أبفل معناها تفاحة إذن نطقنا حرف ال-P مع ال-F بف إذن أبفل أبفل تفاحة إذن حالة بسيطة وسهلة لما بيجي عنا الحرفان P مع ال-F مننتقل للحالة الثالثة والأخيرة من درس اليوم حرف ال-P مع ال-H حرف ال-P مع ال-H الحرفان P-H تنطق F إذن مثل حرف الفا باللغة العربية إذن حالة بسيطة وسهلة كتير وبتشبه حالة مماثلة في اللغة الإنجليزية إذن P مع ال-H تنطق F إذن مثل الفا باللغة العربية مناخد أمثلة عنا هون بايشبيلة بايشبيلة أمثلة المثال الأول فوتو فوتو إذن صورة فوتوغرافية إذن منلاحظ أني لفظنا حرف ال-P مع ال-H إذن مثل الفا باللغة العربية فوتو فوتو صورة فوتوغرافية منشوف المثال الثاني سمارتفون سمارتفون إذن هاتف زكي هاتف زكي إذن أيضا لفظنا ال-P مع ال-H إذن مثل حرف الفا باللغة العربية إذن حالة بسيطة وسهلة فوتو فوتو سمارتفون سمارتفون هاتف زكي إذن هايك بنكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم تعلمنا في هذا الدرس قواعد النطق للحروف التالية تعلمنا حرف ال-I مع ال-G لما بيجوا مع بعضهم إذن بنلفظه إيخ إيخ في آخر الكلمة وتعلمنا نطق الحرف P مع ال-F وإننا ننطقه بف بف إذن حرف البا والفا مثل اللغة العربية بشكل متتالي بالإضافة للحرف P مع ها ومنلفظه مثل حرف الفا باللغة العربية إذن ثلاث حالات بسيطة وسهلة لدرس اليوم إذن درسنا اليوم كان في قسم المبتدئ القسم الأول A1-1 D-Aussprache-Regeln-2 قواعد النطق الدرس العاشر الدرس القادم رح يكون آخر درس بالنسبة لقواعد النطق واللفظ للحروف باللغة الألمانية وبعدها رح نعود أن نبدأ بالمواضيع الهامة والأساسية والقواعد الممتعة والهامة جدا في اللغة الألمانية كان معكم إلهان من قناة إلهان غافنس بيرغ تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم